انت يا ابني هدفع غرامة حاجة عجيبة بجد قاعدين في سوق سامحيني انت هتدفعي غرامة عشان بهدلت المكان هو انت تجنين تفعلك يا فيبو فين المكان ده اللي انا بهدلته طب وده معناه ايه احنا بنأكل فيها حاجة دي اكيد مش جايبينه علشان نتفرج عليه انا عارف انكو جايبينه علشان تاكلوه اكيد مش تتفرجوا عليه خليك فحلك امال ايه بقى حكاية الغرامة دي هو عنده حق لما هتاكلوا الموز طبيعي ترمو القشرة على الارض احسنت يا ابني ودي بنعتبرها جريمة عامة بالزبط وبناء عليه انتو ملزمين بدفع الفين روبية ما تعمل ليش فيها بتاعه سنمسكك اضرابك وقطعلك البدل اللي عليك دي ها لأ انا كده هتدخل معلش يا تيك هنصبر شوية بالراحة عليه ايه ده بقى اسف ايه ايه تيواري انت مشكلتك انك بهدلت المكان وتقلمت مع المساعد بتاعي بطريقة مش كويسة ده اسناء تقدية وظيفته وهتتعاقب المساعد بتاعك ده مهما يعمل شكله بتاع دورة برضو مساعدين تمام يا فندم عندنا جريمتين الاولى هي بهدلة المكان والتانية انه تكلم بشكل غير لايق مع موظفين اثناء عملهم يدفع غرامة خمس تلاف روبيع ايه ده دي كده اسمها سرقة علىني انتو بتسرقوا الناس بحجة حملة النظافة دي لعلمكم ان هامل فيكم شكوى اتحكوا اتحكوا كمان ايه اللي بيحصل هنا بالزبط؟ كويس اوي انك جيت دلوقتي يا هابو شوف لك بقى حل الرجل ده بيسرق الناس بيستغل حكاية حملة النظافة دي لازم تقبض عليهم الحكاية وما فيها ان احنا اشترينا موز انا وانيتا علشان ناكله عايزين يدفعونا غرامة على اننا بعد ما ناكل قال هنرمي القشرة على الارض طب ما هو عنده حق ما حضاياتكو بعد ما تاكلوا هتيموا القشي ولا هتاكلوه هو ايه اللي انت بتقوله ده يا هابو سينج؟ اكيد طبعا ما كناش هنرميهم على الارض معلش يا شخيويا لما اتنين ياكلوا مصف الشاي عهيموا يقشي فين؟ هو احنا هندحك على بعض صح صح مين قالك كده بس اكيد كنا هنرميه في عرب سلة مين عارف مش يمكن بتجدبي عليا ايه؟ الحياتي واري ده واقف في صفهم كمان اه لا مش كده انا متكلف بمهمة يعني بعمل وقبي بس مش اكتري انتي ست العايفين يا نيتا القانون فوق كل والقانون بيقول اللي يعمل جريمة لازم يدفع غرامة هابو سينج ده عمل جريمتين اول جريمة عملها انه بعد ما هياكل هيرمي القشر طريعي الجريمة التانية الطريقة المهينة هم مع المساعدين تحديدا تيكا هزقوا عن آخر صحيح صحيح جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة علوية مجانا وبجودة عالية